رفض طعنة ضد رسوم الإذاعة والتلفزيون الأورف وقالت أني طبعا الموضوع ده قدم من 331 شخص شخص عملوا قضية أمام المحكمة الدستورية العليا وطلبوا فيها بعدم دستورية الرسوم اللي بتتاخذ على من خلال الإذاعة والتلفزيون بس خلينا نشرح الشكل القانوني شوية للسادة المشاهدين أن التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا له شكل خاص جدا جدا يعني أول شيء أو أول شيء انتفاء هنا الصفة بالنسبة للمدعين لأن فيهم أغلبهم ما عندوش تلفزيون يعني هو غير معني بالموضوع أصلا لكن بتفرض عليه بتفرض عليه الرسوم دي شهريا لأن هم عمموها فالتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا بيكون يا إما عن طريق محكمة من المحاكم رأت أن القانون اللي بيطبق غير دستوري وبالتالي بتخاطب المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون لكن ما فيش أشخاص الاتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا له خطوات خاصة جدا 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 الخطوات هنا كانت بتنتفي عشان كده المحكمة ما إبلتش الطعن ألغته وطالبت أن المدعين دول يروحوا للشركة يخطبوا الشركة اللي هي بتدفع بتدفع عندها تصدر لهم قرار والقرار يروح للمحكمة الإدارية الاتحادية وبعد قرار المحكمة الاتحادية يتخد قرار في حال كان مخالب تروح ترفع عضية بي على الجهة دي في المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دي بتعتبر أسماء أم المحاكم في جميع الدول المحكمة الدستورية هي القول الفصل في جميع القرارات أو دستورية القوانين عشان كده لها معاملة خاصة وما يقدروش يفتحه على المشاء أي حدي دائما حدي يروح للمحكمة الدستورية العليا لها تشكيل خاص وليها إدارة خاصة عشان كده لابد من تقنينها شايف حضرتك قرار زي ده أو اتخاذ دعوة زي دي هل يتم عملية الاتجاه فعلا ليه المطالبة بإلغاء الرسوم ولا شايفها قانونية مش قانونية يعني بصراحة أستاذ المدوح خلينا ناخد الموضوع من أوله يعني فعلا أنه عندما فرضت يعني فرض البرلمان النمساوي الرسوم الإنزامية على الجميع من يملك جهاز تلفزيون ومن لم يملك جهاز تلفزيون طبعا يعفى منها دائما من هو موجود على الحد الأدنى من الدخل أو عنده وضع خاص يعني محدودية الدخل بشكل عام وكل ما لعوا عليها بس نسبة بسيطة على فكرة يعني فبالتالي سازم دوح فعلا يعني إحنا لما عم نتحدث قبل شوية بأحد الأخبار ليش يوجد عدم ود في الشارع النمساوي لأن هذه الحالة الجبرية التي تجبر كل شخص على أن يدفع مبلغ ما لهذه الجهة إن كان مستفيد منها أو غير مستفيد منها ضغوط بالضبط إذن هي فعليا ضغوط إضافية على كل شخص موجود طب لماذا ليش هيك عم ما يسير يعني هذا سؤال بصراحة يطرح نفسه وعندما تقوم طبعا احنا الشق القانوني لن ندخل منه أنت أنت يعني تحدث فيه بما يكفي أنا كنت في القانون بحب القانون الدستوري جدا فبالتالي المحكمة الدستورية لا اشخاص عندما شكوا إلى المحكمة الدستورية فح على الآلتالي المحكمة هذا ليس اختصاصي أنا اختصاصي أتي فيه ما بعد على التراتبية التدرج القانوني التدرج القانوني بالضبط التدرج القانوني حتى وصولا إلى المحكمة الدستورية حتى تحكم بحقية من عدم حقية وأنا أعتقد أنه ممكن يتحكم بعدم دستوريوته على فكرة مليون From 000 100% بالضبط وأعتقد هذه الدويخة والدائرة التي طالفت jakiś المحكمة الدستورية لل331 شخص أعتقد أن موظومهم سيقوم بها وسيرسل إلى شركة واريف وبعطينا الرد أنه نحن عندنا حالة خاصة ولا نملك جهاز تلفزيون ولا راديو ولا بلا 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 وحيردوا عليها بيعرفوا للمحكمة الإدارية مهما كان قرار المحكمة الإدارية إذا المحكمة الإدارية قالت نعم لا يحقل واريف أن تأخذ انتهى الأمر أما إذا قالت أنه يحق لها يحكموا على المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية في حال قالت أنه لا يحق لها إذن هنا كل هذا القانون القرار أو القرار القضائي الذي يخرج عن المحكمة الدستورية يعمم على الجميع يعمم على الجميع إذا حكمت بعدم دستورية القانون انتهى فشيء مؤسف أن هذه الحالة الجبرية ويعني صراحة الموظفية لو أعرف جميعنا نعرف يعني يأخذون الرواتب الباهظة والمرتفعة جدا بصراحة على حساب من يشاهد هذه القناة ولا يشاهدها بصراحة يعني فبالتالي أنا أعتقد أن وزارة الإعلام والبرلمان النمساوي معني جدا بإعادة دراسة والصياغة والنظر بهذا القانون وأعتقد أن هذا سيكون من أحد مهام الحكومة النمساوية المقبلة ترجمة نانسي قنقر